قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إن أوروبا قد تموت إذا فشلت في بناء آليات دفاعية أقوى وأكثر تكاملا وإجراء إصلاحات تجارية واقتصادية ضخمة تتيح لها منافسة الصين والولايات المتحدة ماكرون طالب في كلمة ألقاها في جامعة سوربون طالب الأوروبيين بأن يرفعوا صقف طموحهم في عالم سريع التغير لمواجهة تحديات الحرب والمنافسة التجارية على حد تعبيره مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح قوة عظمى ويدافع عن حدوده ويتحدث مع الآخرين بصوت واحد وذلك إن أراد البقاء والزهار وقال ماكرون أن الحرب الروسية الأوكرانية تشكل تحديدا وجوديا للاتحاد الأوروبي منوها إلى أن أوروبا ليست مسلحة بما يكفي للدفاع عن نفسها أمام موسكو أرحب بضيفتي من باريس لمناقشة هذا الموضوع الكاتبة السياسية الأستاذ مايا خضر أستاذ مايا مرحبا بك معنا دائما على شاشة الحدث إلى أي مدى فعلا رسم ماكرون صورة مثيرة للقلق لأوروبا ليس بالمرة الأولى الرئيس ماكرون يتحدث بشكل مأساوي أو بشكل أيضا سودوي نتذكر قبل الحرب الروسية على أوكرانيا قال أن حلف شمال الأطلسي في نوع من الموت السريري يعني دائما لدى الرئيس ماكرون هذا الطابع المتشائم في الكثير من خطاباته ولكن أهمية خطاب اليوم الذي يأتي بعد سبع سنوات من أول خطاب له في جامعة السوربون في باريس هي كانت نية الرئيس الفرنسي بتحديد العنوين العريضة للسنوات المكبلة بشكل محدد أكثر ما بين سنة 2024 و2029 وتحدث بالفعل عن موضوع مهم جدا وهو موضوع السيادة الأوروبية السيادة المتشعبة الأفاق السيادة التكنولوجية السيادة في الصناع العسكرية السيادة أيضا في السوق التجاري الموحد في أوروبا والعملة الموحدة أيضا ولكن بالرغم من كل ذلك ومن وضع خطوط مستقبلية أرجع إلى سؤالكم أوروبا في خطر الموت لماذا؟ لأن الرئيس الفرنسي استهل خطابه باعتراف ليس بأخطائه وأخطاء حزبه في ممارساته في البرلمان الأوروبي ولكن اعترف بالفشل الفشل الجماعي ولقد انقض على بعض من الديمقراطيات أو بعض من الدول الأوروبية منتقدا إياها دون التسمية كبولندا، كالمجر، كإيطاليا التي واجه معها نوع من الكباش بما خاص ملفات كثيرة منها ملف الهجرة لذلك اليوم الخطاب كان اعتراف بالفشل انتقاد لبعض من الدول التي اتهمها بالرجوع إلى القوميات أيضا وأيضا كارن القوة الاقتصادية الأوروبية بالقوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية قائلا أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في السنوات المنصري متخطى الستين بالمئة بينما في أوروبا هو تحت الصفر بنسبة ناقص ثلاثين بالمئة لذلك اليوم بهذه التعبير المتشائمة وبالمقارنات أيضا المتشائمة ما بين الاتحاد الأوروبي والنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والنمو في الولايات المتحدة أراد الرئيس ماكرو توجيه رسالة عن مستقبل الاتحاد الأوروبي قائلا أنه إذا لم نكن في منطق المنافسة هذه الرسالة لمجمل الدول الأوروبية ولكن بالنسبة لي هذا الخطاب الطويل جدا الذي تخطى الساعة والثمانة وأربعين دقيقة كان خطابا غير واضحا غير براجماتيا كان فيه بعض من الأرقام ولكن هذه الأرقام كانت نوعا ما ليست كلها تمت للواقع بسلة خاصة عندما تحدث بالتسليح الذي أمدته أوروبا لأوكرانيا هو قال أنه سلحنا أوكرانيا بشكل ثقيل وبشكل فعال أيضا بالرغم من أن هذا الأمر ليس بالأمر الصحيح فرنسا أرسلت بين 20 و30% من الأسلحة التي وعدت بها لذلك بالنسبة لي عندما أستمع إليه بالفعل وجه هذه الرسالة لكل الشعوب الأوروبية وكل الدول الأوروبية ولكن رأيت في ذلك انتقاد لحزبه وانتقاد لنفسه نوعا ما لو حتى لم تكن هذه نيته عندما تكلم حتى عن الاستقلالية فقط أكمل هذه النقطة على صعيد عدم الاعتماد على الغاز الروسي والاستقلالية الأوروبية نسي أن الرئيس الفرنسي ومجموعته في البرلمان الأوروبي صوتت ضد الكهرباء المولدة من الطاقة النووية حتى كبيل الحرب الأوكرانية واليوم هو يتناقض مع ذلك ويقول أننا ليجب علينا أن نكون مستقلين عن روسيا على صعيد الطاقة ولكن هو صوت ضد كل مشروع استقلالية عن الغاز الروسي وعن النفط الروسي حتى الحرب الأوكرانية وانقلب على هذه وضحت هذه الفكرة أستاذا مايا لكن هناك من يقول بأن مكرون الخطاب مكرون هذا الآن هو فقط كبداية أو ليس فقط هو بداية لحملة انتخابية في ظل تراجع المعسكر السياسي الخاص بمكرون وفقا للإستطلاعات الرأي الأخيرة بعجالا سمحتي لي بالفعل وفقا للإستطلاعات الرأي نعم حزب اليمين المتطرف الأرئان أي الجمعية ليس الجمعية التجمع الوطني عذرا هو حسب الاستطلاعات سوف ينال 30% من إجمال التصويت بينما حزب الرئيس ماكرون تتراوح نسب التصويت له ما بين 16% وال17% لذلك هذا الأمر يخشاه الرئيس الفرنسي ليس فقط للانتخابات الأوروبية ولكن لمستقبل حزبه السياسي اليوم جميع الاستطلاعات تعطي مارين لوبين فائزة سنة 2027 بالرئاسة الفرنسية لذلك لعب على المخاوف في هذا الخطاب لكي يشد العصب الأوروبي لكي يذكر أن حزب اليمين المتطرف المتقدم بالاستطلاعات هو حزب ينافي القيم الأوروبية وهو كان حزب لطالما رفع شعار الخروج من الاتحاد الأوروبي لذلك هذا اللعب على المخاوف في خطابه لشد العصب الانتخابي ولكن في فن التواصل أخفق نوعا ما الرئيس الفرنسي لأنه عندما نقوم بحملة انتخابية أو عندما نريد أن نشد العصب قبل الانتخابات لا نطول الحديث لا نتكلم على مدى ساعتين بأمور ليست ببراجماتية لذلك بالفعل كان هناك هدف انتخابي ولكن بالنسبة لي لم ينجح الرئيس الفرنسي بتوصيل هذه الفكرة نعم لديك دقيقتين أيضا مع حضرتك أستاذ مايا يعني هذا يسعدنا بالطبع فيما يتعلق بهذا بين قوسين التخبط أو الغموض في هذه أو في هذا الخطاب يعني ما وراء ذلك نريد أن نفهم أكثر في هاتين الدقيقتين يعني وراء ذلك الرئيس الفرنسي عندما تم انتخابه كان رئيس ما يسمى بالفرنسي في نفس الوقت هو يساري ولكن هو يميني أيضا هو وسطي مائل لليسار وبعض الأحيان هو بصفوف اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف لديه الكثير من الأفكار المتناقضة وهذا الغموض يأتي من عدم وضوحه أو وضوح رؤيته السياسية نرى طارة أنه يفتح أبواب الهجرة وطورا يصوت لمعايير أو تدابير متشددة جدا ضد المهاجرين لذلك وهذا مثل من أمثلة كثيرة طارة يقفل بعض المفاعلات النووية كمفاعل فاسنهايم في فرنسا الذي كانت الطاقة الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية كهربائية عذرا تعتمد عليه وطورا يشجع الرجوع إلى الاستثمار النووي في فرنسا للابتعاد عن الطاقة الملوثة والتي تسبب الانبعاثات الكربونية لذلك هذا الغموض يأتي من عدم الوضوح في الرؤية السياسية لا وبل من انعدام الرؤية السياسية ومن الكثير من التناقضات في السنوات السبعة المنصرمة من حكم الرئيس مكرون جزيل الشكر لحضرتك على كل هذه المعلومات والإيضاحات من باريس كنت معنا كاتبة السياسية لأستاذ ما يخضره